اهلا بكم تقود مصر جهودا دبلوماسية لمكثفة للحيلولة دون الذهاب الى مواجهة مفتوحة ووقف التصعيد الحالي بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بداية الازمة تابع الموقف العام للأحداث من خلال مركز ادارة الازمات الاستراتيجية وذلك في ضوء تطورات الاوضاع في قطاع غزة كما وجه بتكثيف الاتصالات المصرية لاحتواء الموقف ومنع المزيد من التصعيد بين الطرفين كما اجرى رئيس السيسي سلسلة اتصالات مع عدد من القادة وزعماء المنطقة ففي اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحث الجانبان حالة التصعيد الامني والعسكرية واشار الى خطورة غياب الافق السياسي وتفاقم الاوضاع الراهنة على النحو الذي يهدد امن واستقرار المنطقة مؤكدين ان تحقيق الاستقرار المستدام بالمنطقة يتطلب التوصل الى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على اساس حل الدولتين وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية كما اجرى الرئيس السيسي مباحثات هاتفية مع ملك المملكة الاردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين حيث تم التجديد على اولوية تضافر الجهود الاقليمية والدولية للعمل على وقف التصعيد والعنف وضبط النفس كما تم التوافق على مواصلة وتكثيف التشاور والتنصيق بين مصر والاردن بهدف تعزيز جهود تحقيق التهدئة مباحثات هاتفية ايضا اجرها الرئيس السيسي مع المستشار الالماني اولاف شولتس حيث اكد الرئيس السيسي ضرورة معالجة الاسباب الجذرية للصراع الفلسطيني الاسرائيلية وذلك من خلال دعم مسار التهدئة ودفع جهود تسوية القضية الفلسطينية على نحو عدل وشامل ومستدام على اساس حل الدولتين وخلال اتصال هاتفي ايضا مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرو حذر الرئيس السيسي من خطورة تردي الموقف وانزلاقه لمزيد من العنف وتدهور الاوضاع الانسانية في قطاع غزة ودخول المنطقة في حلقة مفرغة من التوتر تهدد الاستقرار والامن الاقليميين الرئيس السيسي اكد كذلك خلال مباحثات هاتفية مع رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل على اهمية وقف التصعيد الجاري بين الفلسطينيين والاسرائيليين وممارسة ضبط النفس من جميع الاطراف لما ينطوي عليه الامر من مخاطر جسيمة على حياة المدنيين وامن واستقرار المنطقة وفي ايطار جهود مصر للتهدئة ايضا بحث وزير الخارجية سامح شكري خلال اتصالات هاتفية مع نظرائه من الدول العربية والغربية تطورات التصعيد الجاري في قطاع غزة حيث اكد شكري خلال الاتصالات اهمية العمل على وقف التصعيد الجاري بكافة السبل موضحا ان مصر حذرت مرارا وتكرارا من وقوع هذا السيناريو المؤلم نتيجة لغياب افاق الحل والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية واستمرار الاعتداءات الاسرائيلية ضد الممتلكات والحقوق الفلسطينية مشاهدين الكرام كان هذا استعراضا لاهم جهود مصر والاتصالات المكثفة والمستمرة من اجل احتواء العنف في الاراضي المحتلة والتوصل لتهدئة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي اشكر لكم طيب المتابعة